سلام الله عليكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص باختبار مادة النشاط العلمي المستوى الرابع إذن في هذا النموذج الكتابي الخاص بالمرحلة الرابعة يعني الفرد الثاني من الدورة الثانية سنرى مجموعة من الأسئلة التي سنجاوب عليهم إذن سنبدأ بالسؤال الأول وصلني في الأجسام تالية إلى موصلة وعازلة للكهرباء في الجدول تالي إذن عندنا مجموعة من الأجسام مقترحة إذن من هاللي كيوصل الكهرباء ومن هاللي عازل الكهربائي يعني ما كيوصلش في الكهرباء المفهوم دي للتوصيل الكهربائي هو أنني ناخد هذا الجسم ونحطه بلسط السلك الكهربائي مثلا في دارة أو سلك التوصيل في دارة كهربائية واش مثلا عنده مصباح غاديش على ذاك المصباح وللله إذن مثلا خديدت مصطرة بلاستيكية إذن واش المصطرة البلاستيكية غاديدت إذن غاديدت وصل الكهرباء إذن لا إذن مصطرة بلاستيكية إذن عازلة الكهربائي إذن غاديد投igenها في الجزء الثاني سلك من نحاس إذن سلك من نحاس موصل الكهربائي غانديرها في الخانة الأولى الخيط إذن من الأجسام العازلة قطعة الخشب كذلك من الأجسام العازلة مقص حديدي هنا هذا جسم موصل كهربائيا إذن غدين ديره في أجسام موصل الكهرباء الزجاجة كذلك من الأجسام العازلة ما كتصش كهرباء بالنسبة للماء الماء هو موصل ولكن رديء جدا إذن موصل رديء الكهرباء إذن فغدين ديره مع خاند الأجسام العازلة مصدر من حديد غدين ديرها في أجسام موصلة إذن فالحديد يوصل الكهرباء وكذلك القلام سنجد من الأجسام العازلة كهربائيا يعني ما يوصلش الكهرباء إذن بالنسبة للأجوبة إذن الأجوبة هي على الشكل التالي إذن بالنسبة للأجسام الموصلة للكهرباء لدينا السلك النحاسي عفوا والمقص الحديدي والمسترة من حديد السلك نحاسي مقص حديدي و مصطر من حديد بالنسبة الأجسام اللي عازلة الكهرباء عندنا نصطر بلاستيكية عندنا الخيط قطعة خشب زجاجة و عندنا الماء و عندنا القلم إذن هذو كلهم أجسام اللي هي عازلة كهربائيا إذن نعطيناهم بلاست سلك توصل في ماضي الشعالية داك المصباح إذن ما سبب ناخدوا الماء المس Mater늘 لعطيت بلاست سلك توصل في الماضي الشعالية داك المصباح إذن فهي أجسام عازلة كهربائيا إذن دوز السؤال الثاني أكتبوا عناصر الدارة الكهربائية إذن عندنا واحد دارة كهربائية مكونة من قاطع طيار مكونة من مصباح من عمود أو بطارية ومن أسلاك التوصيل إذن سنكتبك أول عنصر إذن مهم إذن السهم الأول هو قاطع الطيار إذن هذا هو قاطع الطيار اللي كيتحكم لنا في الدارة الكهربائية إذن فتح وغلق الدارة الكهربائية المكونة الثانية هو المصباح إذن المصباح إذن الضرجل هو الإضاءة وعندنا سلك التوصيل إذن عندنا سلك واحد إذن سلك التوصيل إذن الضرجل هو التوصيل الكهرباء وأخيرا العمود إذن العمود هو البطارية إذن هدوهما المكونات غدين دوزوا للسؤال الثالث قم بتمثيل الدارة الكهربائية التالية إذن مثلت لكم الدارة ما تضحكوش عليها إذن يعني كتبتها غير هكا فوق إذن منتاج دي الفيديو إذن عندنا العمود إذن العمود عندنا القطبي إذن العمود إذن زائد ناقص عندنا قاطع الطيار باللول الأصفر كما كنشوفوا قاطع الطيار درتوه مغلق لأن المصباح موضي إذن مثل كل مصباح موضي إذن فقاطع الطيار كيعني بأنه مغلق لأنه ليش فتوا في الشكل الآخر إذن إذن ليش فتوا في الشكل اللي اعطونا في التمثيل إذن عندنا اللون الأصفر إذن لديك اللون الأصفر يعني أنه موضي يعني عندنا قاطع طيار مغلق إذن فهذا هو التمثيل دي الهدارة الكهربائية غدينتو زدبا السؤال الرابع إذن ضع علامة فيه تحت التركيب على التوالي وصفر إذن تحت التركيب على التوازي صفر ولا دائرة وألوين المصابح التي ستوضيء إذن بطبيعة الحال بالنسبة إذن التركيب على التوالي هو التركيب الأول إذن التركيب الأول هو تركيب على التوالي والتركيب الثاني التركيب على التوازي إذن ندروا علامة فيه تحت التركيب الأول وعلامة دائرة أو صفر تحت التركيب الثاني اذا بالنسبة للمصابح التي ستضي اذا جميع المصابح ستضي اذا كل مصابح ستضي لا اللي في التركيب على التوازي ولا اللي في التركيب على التوالي اذا كلهم غدي يشعلوا اذا غد لونهم كلهم باللون الأصفر اذا كل المصابح غدي تلونوها باللون الأصفر لأن كلها ستضي بطبيعة الحال إذا كان الدارة الكهرباء يما فيها حتى شيعة طب ينسي overwhelming فالدارة ستضي الى كان ما كان في هاته شي عطب اذا المصابيح كلها تلونها باللون الاسفل اذا اصدقائي نهاية الفيديو موعدنا يتجدد ان شاء الله في فيديو اخر مع نماذج اخرى خاصة بفروض اخرى كونوا في الموعد الى اللقاء